المسيح المسيح هل هو مجدف أم إله؟ أهلاً أحباً مشاهدين في كل مكان طبعاً هذه الحلقة هو توضيح أمر مهم جداً أنه الكتاب المقدس بيتكلم عن يسوع المسيح أنه يغفر الخطايا أنه يخلق وأنه يفعل أمور عظيمة خارقة جداً حتى في أيام يسوع المسيح كان فيه هجوم على هويته وعلى شخصه وهذا الهجوم هو بالحقيقة هل هو المسيح مجدف أم إله؟ هل هو إله؟ حقيقي؟ أم كل ما يدعيه يعتبر تجديف؟ خليني في البداية أقول بكل صراحة وبكل وضوح أن من أخطر الأمور أنك تحكم على شيء من مجرد أنك أنت بتسمعه بدون ما بتفحص مع أنه الأمر بسيط جداً بيتطلب من حياتك وأبديتك أبديتك يعني تذكر هذه الكلمات هو أن تقرأ إنجيل المقدس وما بيخدش فترة طويلة أو ممكن تقرأ بشارة يحنى أو لوقة مثلاً وتستطيع أن تكتشف هوية وشخصية يسوع المسيح طبعاً الأمر غير مقبول بتاتاً بالنسبة للمسيح يعتبر تجديف عندما تقلل من أهمية ومن هوية شخص يسوع المسيح كثير مرات بنسمع أن المسيح هو نبي عظيم بحاوله يحطوه في مصاف الأنبياء مع أنه الشغل وظيفة النبي ولكنه أعظم من نبي وهو حكيم بل أعظم الحكماء معلم بل أعظم المعلمين حتى لو مجرد بنتكلم عن حياته أخلاقياته تعليمه معجزاته يتفوق على كل الأنبياء وعلى كل البشرية ولكن ليس هذا هو المطلوب بحسب كلمة الله المسيح هو الله المتجسد ظهر في الجسد كما يقول الكتاب المقدس في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كمل وحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا فإذن تعتبر إهاني أنك تقلل من أهمية يسوع فإما أن يكون المسيح هو إله وتعبد يسوع المسيح أو أن يكون مجدف ولكن لا توجد حلول وسط لأن الكتاب واضح أنه لا يوجد حلول وسط في هذا الموضوع وصلاة اليوم أنه فعلا تكتشف بإعلان إله بالروح القدس أنه فعلا يسوع إله ويستحق التمجيد ويستحق العبادة أيضا المسيح إله أم مجدف ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل موسيقى 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 المسيح إله أم موسيقى 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 المسيح إله أم مجدف خلينا أدخل في الحلقة مباشرة واليوم عاوز أشدد أن المسيح يغفر الخطايا وغفران الخطية هذا من اختصاص الله وحده وخلينا أقرأ بعض الآيات من بشارة مرقص في الإنجيل المقدس مرقص الإصحاح الثاني ثم دخل كفرنحوم أيضا بعد أيام فسمع أنه في بيت وللوقت اجتمع كثيرون حتى لم يعد يسع ولا محول الباب فكان يخاطبهم بالكلمة وجاءوا إليه مقدمين مفلوجا يحمله أربعة وإذ لم يقدروا أن يقتربوا إليه من أجل الجمع كشفوا الصقف حيث كان وبعدما نقبوه دلوا السرير الذي كان المفلوج متجعا عليه فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج يا بني مغفورة لك خطاياك وكان قوم من الكتب هناك جالسين يفكرون في قلوبهم لماذا يتكلم هذا هكذا بتجاديف من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده فللوقت شعر يسوع بروحه أنهم يفكرون هكذا في أنفسهم فقال لهم لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم أيما أيسر أن يقال للمفلوج مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم واحمل سريرك وامشي ولكن لكي تعلم أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا قال للمفلوج لك أقول قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك فقام للوقت وحمل السرير وخرج قدام الكل حتى بهت الجميع ومجد الله قائلين ما رأينا مثل هذا قط يبارك لنا الرب كلماته على ما سمعنا في هذا الوقت الحادثة مثل ما سمعنا أن يسوع المسيح بحسب بشارة متى القصة موجودة في بشارة متى ولوقى أيضا بحسب بشارة متى أن يسوع كان بيكرس في قرى أخرى في الجليل ولكن في متى إصحاح تسعة الآية الأولى مكتوب رجع إلى مدينته اللي هو الوطن الثاني ليسوع المسيح يسوع بعدما ترك الناصرة ذهب إلى الشمال شمال بحيرة طبرية إلى كفر نحوم وهناك أحبائي كفر نحوم أصبحت مركز خدمته مركز إرساليته من كفر نحوم لأنه كان يطوف كل قرى الجليل والمدن يعلم يكرز يشفي يخرج الأرواح الشريرة ويصنع الخير للجميع فرجع إلى مدينته لأنه كفر نحوم كانت المركز مركز إرسالية المسيح كما أصبحت في وقت لاحق أورشاليم وفي وقت لاحق أكثر أصبحت أنطاكيا في سوريا بيت بوتروس تحول مكان الخدمي كفر نحوم تحولت إلى مركز الإرسالية جاءوا وأحضروا هذا المفلوج طبعاً كان فيه دليمة كان فيه معضلة في هذا الموضوع البلد صغيرة المكان مزدحم ما حول البيت كله مزدحم الشوارع ضيقة وكل الناس كانت تيجي من كل نواحي الجليل حتى تنال الشفاء من يسوع المسيح وتخيل أنت الوضع أنه كله عاوز يتبارك وكله عاوز يسمع وكله عاوز يستشفي فجاءوا أربعة حاملين مريض مفلوج ولسبب الازدحام لم يقدروا أن يدخلوا من المدخل فطبعاً كعادة الشرق في أرض فلسطين قديماً أنه فيه سلم فيه درج محول البيت يصعد إلى الصقف لأن الصقف له أهمية كبيرة سواء في خزن الحبوب وإلى آخره هذا موضوع آخر ولكن طلعوا إلى الصقف ومكتوب أحبائي أنه حفروا أو بالأحرى هي عبارة عن عوارد ثقيلة أو عوارد من الخشب وبعد العوارد أو فوق العوارد فيه حاجات يعني تشبه القرميد هو عبارة عن فخار معشق مجفف أو الفخار المشوي بحطوه طبعاً على الصقف وأحياناً بحطوه الأغصان حتى تمنع المي وحتى بنفس الوقت يبرد البيت أو يدفه البيت هذه كانت الطريقة فكان أسهل شيء أنه يزيحوا القرميد أو القطع الفخار ويزيلوا العوارد إزاحتها حتى يكون بعدها إعادة ودلوا المريض بحكمة ووضعوه أمام يسوع المسيح ولم ينطقوا بأي كلمة فالمنظر واضح جداً أمام الجميع أن هذا الشخص كان عنده فالج ومش مجرد أنه رجليه فقط ولكن الواضح أنه عنده فالج اللي مس كل جسده والدليل أنه كان محمول على الفرشة يعني ما كان يقدر يتحرك ووضعوه أمام يسوع المسيح ويسوع شاف هذا المنظر وأعجب ورأى إيمان هؤلاء الأربعة وأول جملة أحبائي تكلم فيها مغفورة يا بني مغفورة لك خطيات طبعاً بحسب بشارة متى ولوقة أنه كان فيه فرسيين الفرسي هو الشخص المدقق كان حوالي 6000 شخص في أيام المسيح اللي كانوا يحافظوا على الشريعة وتقليد الأباء وكان أيضاً الكتبة منهم من الجليل والأغلبية جاءوا من أورشليم سمعوا عن هذا المعلم الجليلي وعن المعجزات التي يجريها فجاءوا طبعاً ليتحققوا من هذا الأمور ولكن انصدموا عندما قال يسوع مغفورة لك خطيات فطبعاً كان السؤال بتاعهم بعلامة الاستعجاب وهذا معروف بالنسبة لليهود وهذا طبعاً التشخيص الصحيح من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده كلامهم صحيح ولو كان مجرد كلام من يسوع لقلنا هذا الدعاء كاذب ولقلنا أنه كافر وجاحد ومجدف أيضاً لكن كونه يدعم كلامه بسلطانه يدعم كلامه بقدرته السرمدية الفائقة بحضوره العجيب الموجود في هذا المكان هذا الشيء آخر أنه مجرد لو أحد يتكلم كلمة أو يعمل والناس تشوف ومش أي ناس الأعداء فطبعاً أجاب المسيح وقال أيما أيصر أن يقال للمفلوج مغفورة لك خطيات أم أن يقال قم احمل سريرك وامشي ولكن لكي تعلم أن لابن الإنسان سلطاناً على الأرض أن يغفر الخطايا قال للمفلوج لك أقول قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك إخوتي وأخواتي إن غفران الخطايا هو من أخص خصوصيات الله لا يوجد أي نبي أو أي شخص يستطيع أن يفعل هذا وغفران الخطايا كان دليل على لهوته المبارك فالرب الإله هو وحده الذي يقدر أن يغفر الخطايا في لوقة إصحاح خمسة والآية خمسة وعشرين فابتدأ الكتب والفرسيون يفكرون قائلين من هذا الذي يتكلم بتجديف من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده طبعا هو الله وغافر الخطايا بحسب العهد القديم لأنه هذه واحدة من صفات الله مزمور 103 مكتوب الذي يغفر جميع ذنوبك في أرمية 31 لأني أصفح عن إثمهم ولا أذكر خطيتهم بعد في النبي ميخة صح 7 من هو إله غافر من هو إله مثلك غافر الإثم وصافح عن الذم في سفر زكريا مكتوب عن يكون ينبوع مفتوحا لبيت داود ولسكان أرشليم للخطية وللنجاسة في إشعية 43 أنا هو الماح ذنوبك لأجل نفسي وخطياك لا أذكرها في إشعية 44 قد محوتك غي من ذنوبك وكسحابة خطياك ارجع إلي لأني فديتك في مزمور 32 داود طوب قال طوبة للذي غفر إثمه وسترت خطيته ثم في نفس الإصحاح قال قلت أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت آثام خطيتي في سفر الخروج مكتوب غافر الإثم والمعصية والخطية في إنجيل متل إصحاح التاسع نفس الكلام رجع إلى مدينته كفر نحوم وقال للمفروج ثق نفس الكلام العهد القديم بقولوا الثق يا بني مغفورة لك خطايا والناس لما سمعت إنه موجود في البيت وعلى الأرجع كان في بيت بطرس ومثل ما ذكرت إنه جاءوا وفتحوا الصقف العوارض الخشبية القوية زحوها وشالوا قطع الطين المجففة طبعا الطين لهو الفخار المخلوط بالقش وضعوا المفلوج أمام يسوع بدون أن ينطقوا بأي كلمة ولكن الكتاب يقول في لوقة 5 آية 17 في نفس سياق الحديث وكانت قوة الرب لشفائهم أي قوة الرب كائنة وكامنة وملازمة للرب يسوع المسيح بما معناه إنه المسيح مش محتاج مثل الأنبياء إنه يصنع معجزة لأنه حيث وجد يسوع المسيح شئ تلقائي شئ طبيعي وجدت المعجزة فقوة المسيح للشفاء كانت ملازمة من خلال سلطانه ومن خلال حضوره ومن خلال قوة كلمته عندما يقول قم فإنها الكلمة المنطوقة المصحوبة بجلال بمجد عظيم قوة لها سلطان تستطيع أن تغير وتصنع المعجزة يسوع كان موجود في البيت وقال لهذا المفلوش قم وقام والدليل لو أن هذا المفلوش لم يشفى لكان كل الإدعاء كاذب من السهل أحبائي أنه نتكلم بمجرد أقوال ولكن بدون أن تستحب الأفعال أقوال يسوع المسيح كانت مؤيدة بالآيات التابعة ليس مجرد أي كلام بل حقيقة ولسيما الشهود المعاصرين في أيامه ولسيما الكهنة والكتبة والفرسيون اللي كانوا أعداء ليسوع المسيح لم يستطعوا أن يقاوموا هذا الشيء فإذن أحبائي كانت القوة للشفاء فإذن هذه المعجزة لها دليل مهم جدا لأن هذه المعجزة وكلمات يسوع ردا على جواب الفرسيين من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده كانت المعجزة أمام هؤلاء الناس أمام الفرسيين الفاحصة والمتشككة لأن الداء حقيقة كان موجود في قلوبهم المتحجرة وعيونهم العمياء ورياءهم المبرقع وعدالتهم العرجاء وتدينهم العقيم ما فيه لا تأثير ولا أي فاعلة وهذا الدليل على قوة المعجزة إنه مكتوب أحبائي فكان يخاطبهم بالكلمة يعني كلمة الله في أمثال أربعة اثنين وعشرين هي دواء لكل الجسد في مزمور مي سابعة أرسل كلمته فشفاهم تعرفوا لما جاء قائد المئة قال ليسوع قل كلمة وقال يسوع الكلمة وشفيا غلام قائد المئة ثم أحباء بطرس قال ليسوع على كلمتك ألقي الشبكة وصادوا سمك كثير سفينتين كاملتين مش مجرد كلام كلمة يسوع المسيح أو كلام المسيح فيه فاعلية فيه قوة فيه تأثير فيه خلاص فيه شفاء فيه بركة فإذا قوة قوية جدا لأن كلمة الله غير محدودة إخوتي وأخواتي فهذه كانت أمام عيونهم جاءوا بالمفلوج حقيقة أنه هذا المفلوج يعتبر حي ميت يعني لا بيتحرك ولا بيعمل أي شيء ولكن الطريقة اللي جاءوا جاءوا للشخص المناسب في الوقت المناسب في المكان المناسب و ما كانش عنهم من يتكلموا بالكلمة لأنه بس مجرد وجوده أمام يسوع المسيح لابد أن يهروا بالحزن لابد أن يهروا بالوبأ قدامه لابد أن يشفى هذا المريض جاءوا بالمريض بين حي وميت جاءوا بالحقيقة بالإيمان والرب كافة إيمان هؤلاء الأربعة وعلى الأرجح كمان إيمان إلى المفلوج خليني أحكي عدة أمور في هذه القصة اللي هي تعبير عن قدرة لهوت المسيح السرمدي بالحقيقة في هذه المعجزة تجلت شخصية المسيح بأجمل صورها إذن نرى أولاً نرى علمه الغير محدود لقد رأى إيمان الأربعة والمفلوج أيضاً لقد رأى العلة الحقيقية للمرض كانت المشكلة الخطيئة قال له يا بني مغفورة لك خطيئة فشاف العلة الحقيقية لهذا المفلوج ثم رأى يعني وكشف وفضح أفكار رجال الدين لأنه كانوا يخافوا من المواجهة أمام الناس ولكنهم كانوا يقلون في قرار قلوبهم ولكن العالم العالم بكل شيء علم علم أفكار قلوبهم قال يسوع لماذا تفكرون في قلوبهم عرف الرب يسوع الحج اللي بيتمسك بها أعداء عليه طبع السؤال أليس غفران الخطيئة غير منظور طب شو استفدنا أنك أنت قلت لهذا المفلوج مغفورة لك خطيات أليس حقيقة أنه غفران الخطيئة هو شيء غير منظور بكلمات أخرى كأنهم يقولون أرنا البرهان برهان مادي أرنا البرهان المؤيد والمصداقي لهذا الإدعاء ولكن هم يفكروا الرب يسوع قطع عليهم الطريق واستل من أيديهم سلاحهم وطعنهم في الصميم وأجابهم يعني لماذا تفكرون في قلوبكم وكان رد المسيح على هؤلاء الناس كان قال للمفلوج لك أقول قم وحمل سريرك وذهب إلى بيتك فقام بالحال للوقت وحمل السرير وخرج قدام الكل حتى بهت الجميع ومجد الله قائلين ما رأينا مثل هذا قط فإذن المسيح هو العالم بكل شيء في يحنى إصحاح اتنين مكتوب لأنه عالمه ما كان في الإنسان في يحنى خمس ست عارفة المشكلة الحقيقية لمريض بركة بيت حزدة هذا رأاه يسوع مضجعا وعالمه أن له زمانا كثيرا فقال له التريد أن تبرأ وعلم المشكلة الأساسية في هذا المريض في نفس الإصحاح في يحنى خمس آية أربعة عشر فوجده يسوع وقال له لا تخطئ لألا يكون لك أشر عرف المشكلة الأساسية في حياة هذا المفلوج فإذن أحبائي يسوع هو العالم بكل شيء في يحنى إصحاح 13 والآية 3 مكتوب يسوع وهو عالم أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه وأنه من عند الله خرج وإلى الله يمضي أحباء ابتدى المسيح بالشفاء الروحي وهذا الأهم ثم الجسد بالحقيقة لقد فعل يسوع المسيح معجزتان الأولى غير مرئية والثانية مرئية فإذن هو العالم بكل شيء شيء تاني طبعا العلم عند الله فالمسيح الذي كان يعلم بكل شيء وهذه صفة من صفات الله شيء تاني سلطانه الغير محدود سلطان فائق عجيب فوق كل رياسة وسيادة وكل سلطان وكل اسم يسمى ليس في هذا الدائر بل في المستقبل أيضا ألم يقل المسيح بعد القيامة دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض فاذهبوا فإذن إنه سلطان فائق جدا سلطان غير محدود هذا السلطان أحبائي واضح عندما قال مغفورة لك خطياك ليه لأنه الخطي هي التعدي على الله الغير محدود ولا يغفرها إلا الله إليك وحدك أخطأت يقول الكتاب المقدس حتى شهد الأعداء الموجودين من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وهذا دليل أن يسوع هو الله سلطانه الغير محدود في هذه الحالة في هذه يعني هذه المعجزة إما أن يكون المسيح إلها أو مجدفا كافرا وطبعا معروف للعهد القديم في العهد القديم عقاب التجديف هو الرجم حتى الموت سفر اللويين صحح 24 والآية 16 مكتوب ومن جدف على اسم الرب فإنه يقتل يرجمه كل الجماعة رجما الغريب كالوطني عندما يجدف على الاسم يقتل فإذن لا مجال لأي شك فالمسيح عم بيصنع هذا الأمر أمام العيون الفاحصة والمتشككة والمتربصة لتشتكي وتجد عليه أي علا فالمسيح له السلطان أن يغفر الخطايا والدليل أن هذا المريض شفي أمام الجميع فهذا إن دل دل على السلطان المسيح عنده السلطان على المرض لما منقرأ في البشائر المقدسة عنده السلطان على المرض سلطان على الموت سلطان على الشياطين سلطان على الطبيعة سلطان على الخل على غفران الخطية تجلت قوة المسيح وبتشوفها في كل صفحة من الأنجيل المقدسة قال يسوع لكي تعلموا هون المسيح عم بيحكي لل السامعين عم بيقدم شيء مهم جدا هون عم بيقدم إعلان جديد عن نفسه وأمر طبعا إلهي في هذا الصدد على المفلوج عندما قال قم مش يعني قاعد يصلي للرب يا رب دخيلك إش فيه لا لا قم يعني سلطان كلمات قم احمل سريرك أو فراشك فإذا كان أمر وكان إعلان جديد في لوقة إصحاح خمسة آية ستة وعشرين مكتوب عن هذه الحادثة فأخذت الجميع حيرا ومجدوا الله وامتلأوا خوفا قائلين إننا قد رأينا اليوم عجائب إعلان جديد عن شخصه المبارك في نفس الإصحاح اللي قرأنا فيه من بشارة مرقص مكتوب للوقت خرج قدام الكل حتى بوهت الجميع ومجدوا الله قائلين ما رأينا مثل هذا قط إعلان جديد لقد عدة مرات تعجبت واندهشت الجموع قائلة من هو هذا في مرقص أربعة فخافوا خوفا عظيما وقالوا بعضهم لبعض من هو هذا فإن الريح أيضا والبحر يطيعان في لوق 8 25 آية شبيهة ثم ثم قال قال لهم أين إيمانكم فخافوا وتعجب قائلين فيما بينهم من هو هذا فإنه يأمر سلطان فإنه يأمر الرياح أيضا والماء فتطيعه في يحنى 12 آية 34 فأجابه الجمع نحن سمعنا من النموس أن المسيح يبقى إلى الأبد فكيف تقول أنت أنه ينبغي أن يرتفع ابن الإنسان من هو من هو هذا ابن الإنسان واضح أنه في كل هذه الأحداث كانوا يشوفوا إعلان جديد أمور خارقة جدا لم تكن بالحسبان ولم يكونوا يتوقعها قال يسوع نفس الكلمات لمريض بركة بيت حزدة في يحنى خمسة قم احمل سريرك وامشي فإذن هذا كان دليل على سلطان يسوع المسيح قال يسوع للمرأة النازفة إيمانك قد شفاك اذهبي بسلام سلطان قال للمرأة الخاطئة في لوقة سبعة مغفورة لك خطاياك إيمانك قد خلصك اذهبي بسلام وهكذا أحبائي منشوف سلطان المسيح يتجلم في المعجزات في التعليم لم يتكلم أحد قط مثل هذا لأنه كان يتكلم بسلطان فإذا هذا السلطان الغير محدود شيء ثالث منشوف حكمة المسيح الغير محدودة هو واضح أنه في عيون وفي فحص وناس متشككة ومن ناحية تاني في ناس فعلا عندها إيمان لكن حكمة المسيح تجلت أنه اكتشف حاجة المريض كان عنده مرض مزدوج مرض روحي اللي هو الخطية ومرض جسدي اللي هو الشلل اللي هو الفالج يسوع رأى نفسه نفس هذا المريض المحطم والمعذب فاستطاع أن يشخص المرض كان ممكن يعني يزيل الشكوك أو أي شيء من الآخر يقول له قم احمل سريرة ولكن معجزات المسيح أحبائي ما هيش سوبرمان بحاول يظهر بمجرد أمور خارقة دايما فيه بعد روحي دايما فيه عمق روحي فيه اختبار روحي فيه حكم روحية وراء كل موضوع وراء كل معجزة وراء كل شفاء وهذا بتشوفوا في بشارة يحن كل معجزة يسميها الكتاب آية آية يعني علامة لأنه فيها شرح تفسير روحي ما هو أبعد من المعجزة كما قل شيء طبيعه تلقائي حيث وجد يسوع وجدت المعجزة ولكن هنا أحبائي تجلت حكمة المسيح في التعامل بتشخيص هذا المريض فهو الحكيم بلا حدود تعرفوا في الشرق الأوسط عندنا في فلسطين الطبيب بسموه الحكيم لأنه يعني عنده الحكم كيف يعالج المرض ولكن المسيح هو الحكيم الذي شخص المرض وعرف احتياج هذا المريض مش بس كان حكيما أيضا بكيفية التعامل مع رجال الدين المتشككين اللي جاءوا حتى يتفحصوا فكان عاوز يعطيهم جواب شافي كافي وافي حتى يشوفوا قدرة وحكمة يسوع المسيح شيء آخر نمرة أربعة في هاي الآيات اللي قرأناها حقيقة منشوف محبة يسوع المسيح محبة الغير محدودة وهي المحبة لا هي مشروطة ولا هي يعني لغرض معين لكن مكتوب الله أحبنا محبة أبدية انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله لأنه هكذا أحب الله العالم ولكن ولكنه يعني الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا فالمعجزة كلها من قلب المسيح المحب من طبيعة المسيح المحبة إنه محبة غير محدودة جاء المسيح المحب الحنان ليتعاطف مع الإنسان لقد اتحد يسوع في جسم بشريتنا ولكن بلا خطية لقد كان قلبه رحمة وهي الرحمة تعلن عن عمل النعمة العجيب النعمة التي لا نستحقها بعكس رجال الدين الذين جاءوا لا لكي يسمعوا ويشفوا ولكنهم جاءوا ليسمعوا وينتقدوا ويتربصوا ويجدوا علا ليشتكوا عليه أليس هذا الحال حتى يومنا هذا من هم أكثر المقاومين لعمل يسوع المسيح هم رجال الدين الذين يؤمنون أن المسيح مجرد إنسان أنه نبي عظيم يحاول أن يقلل من أهمية المسيح إما دفاعا عن ديانتهم وإما عن جهل لأنهم لم يقرأوا أو عن كبريا عاوز يلاقي أي علة مش مهم يعني يروح على جهنم المهم إنه عاوز يهدم في المسيح صلاة اليوم إنه رب يفتح عينيك ويفتح ذهنك ويفتح قلبك وحط أي يعني تحيز أو أي شيء أو كلام أنت سمعته غير صحيح وغير صادق وإفحص من نفسك وأنا أتحداك إنك تقرأ بشارة الإنجيل لابد أن تتغير أو رح تكتشف إنه يسوع مش مجرد إنسان يسوع هو الله ظاهر في الجسد مع إنه أيضا أعلن عن نفسه هو كلمة الله الإنسان الكامل بلا خطية ثم أحب أشيء خامس وهذا مهم جدا 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 نرى مجد المسيح مجده الغير محدود إنه مجد عجيب جدا هذا المجد يعبر عن قدرته السرمدية وعن حضوره الغير محدود اسمه في إشعية 42 آية 8 مكتوب أنا الرب هذا اسمي ومجدي لا أعطيه لآخر فإذن من هو المسيح هل هو مجرد شخصية عادية بالنسبة لك مكتوب عن يسوع هو رب المجد بإشعية 42 مجد لا أعطيه لآخر يسوع رب المجد فإذن يسوع المسيح مش مجرد أي شخصية عادية يسوع المسيح هو القادر على كل شي كيف نشوف هذا المجد أولا بغفران الخطايا غفران الخطايا مهم جدا أحباء اللي بيسمعوا رجال الدين رجال الدين حافظين العهد القديم الطورة والمزمير فإذن عندهم إدراك عن من هو المسيح المسيح المنتظر فواحد من العلامات المسيح غفران الخطايا كان علامة مهمة على بدء العصر المسياني أو المسيح المسيح مؤكدا أنه المسيح المسيح بحسب طبعا العهد القديم وتأكد في العهد الجديد مثلا الشعية 40 آية 2 طيب قلب أورشاليم ونادوها بأن جهادها قد كمل أن إثمها قد عفيا عنه أنها قد قبلت من يد الرب ضعفين عن كل خطايا فمجيء المسيح إذا بتقرأ كل إصحاح 40 هو خلاص يعني أخذت ضعفين من الدينونة فإذا هذا العصر هو عصر النعمة عصر الغفران في يؤيل إصحاح 2 مكتوبة يكون أن كل من يدعو باسم الرب ينجو لأنه في جبل سهيون وفي أورشاليم تكون نجا كما قال الرب وبين الباقين من يدعوه الرب في العهل الجديد مكتوب كل من يدعو باسم الرب يخلص مكتوب عن يسوع المسيح شيء آخر مش بس غفران الخطية وهنا النقطة المهمة جدا انتبه عليه هنا تأكيد المسيح على أنه ابن الإنسان لاحظ مكتوب لاحظ الكلام لكي تعلم أن الابن الإنسان سلطانا على الأرض ابن الإنسان سلطانا على الأرض فالسؤال من هو ابن الإنسان اليهود كانوا بيعرفوا عن من خلال النبوات فإذا كان الصراع صراع رجال الدين هل يسوع حقيقة هو ابن الإنسان كما قال لكي تعلم أن الابن الإنسان سلطانا فإذا اليهود لما بيسمعوا لكي تعلم أن الابن الإنسان على طول وين بروح فكرهم لنبوة دانيال كما تنبأ دانيال وصف المسيح أنه ابن الإنسان وصفه قبل ميلاده قبل تجسد المسيح عم بحاول أفكر من أيام دانيال للمسيح يعني على أرجح خمسمائة خمسمائة سنة أوكي خلي نقول خمسمائة سنة تخيل قبل خمسمائة سنة عم بيتنبأ عن ابن الإنسان اسمع ما يقول الكتاب دانيال سبعة آية تلتاش أربعة كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام فقربوه قدام خمسمائة سنة قبل الحدث فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة سلطان سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرد هذا يعني دليل قاطع على لهوت المسيح إذ نرى اتحاد الناس باللهوت يسوع شخصية عاش بها إنسانا كاملا وإلها كاملا مثل ما شافوا مثل ما رأى استفانوس عندما كانوا يرجموه في أعمال سبعة أما هو فشخص إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله فقال ها أنا عم بيرجمو فيه عم بيطلب إن الله لا تقم لهم هذه الخطية عم بقول فقال ها أنا أنظر السموات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله فالسؤال هل هو مجدف إن تهمة التجديف هي التي أدت إلى موت المسيح على الصليب في المحاكمة أعلن يسوع أنه الله في مرقص إصحاح 14 لما استحضروا وعم بحاكموا فيه وكان ساكت كل الوقت بعدين رئيس الكهنة قيافة استحلف وهون طبعا لازم يرد لأن رئيس الكهنة وقال له أأنت المسيح ابن المبارك فقال يسوع أنا هو وصوف تبصرون ابن الإنسان جالسا لاحظ الكلام تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا في سحاب السماء نبوة دنيال فمزق رئيس الكهنة ثيابه وقال ما حاجتنا بعد إلى الشهود قد سمعتم التجديف ما رأيكم فالجميع حكموا عليه أنه مستوجب الموت فإذا نحب أهي واضح جدا أن المسيح ابن الإنسان اللي تكلم عنه دنيال وهنا لم يعترض بل قال يعني نفسه أنه ابن الله أي الله لدرجة قالوا ما حاجة لنا إنه يجدف وحكموا عليه طبعا في الصلب عدة مرات قالها يسوع المرأة الخاطئة قال لها مغفورة لك خطياك لو شفى المفلوج من المرض أو ما قال مغفورة لقلنا ادعاء كاذب لكن نال الشفاء بشكل فوري وكامل وكان برهان ساطع على ألهيته اللي وضعت حد نهائي لمعارضة الفرسيين لقد غفر خطايا المفلوج غفر خطايا المرأة الخاطئة في لوقه السبعة غفر للمرأة السامرية غفر للمرأة الزانية في يحنى الثمانية غفر لللص التائب على الصليب وغفر ليه اليهود اللي كانوا عم بيصلبوا وعم بيطلب من الله أن يغفر لصالبيه على الصلياء أبتاه اغفر لهم يسوع غفر إنكار بوتروس يسوع غفر لشاول الذي كان يقاومه قال حتى ينال بيه غفران الخطايا غفر لليهود اللي صلبوا يسوع المسيح في أعمال اتنين له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا لقد حبنا وقد غسلنا من خطيانا كورنتس الأولى إصحاح ستة مكتوب هكذا أناس منكم لكن اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إله الذي لنا فيه الفداء الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا من أجمل الكلمة تسمع الكلام المريح والطمأنينة مغفورة يبني مغفورة لك خطاياك يبني مغفورة لك خطاياك اذهب بسلام إنه يقدر أن يغفر لأنه ابن الإنسان الكامل بلا خطايا الذي تحدى وقال من منكم يبكتني على خطايا خليني أخد مكالمة من الأخت نهال من إنجلترا أهلا وسهلا أخت نهال اتمعنا على الهوى سلام ونعمة يا حضرة الأسيس نزار سلام ونعمة المسيح معك تفضل رب يبركك على كل ما تقدمه من حق بكل شجاعة وجرأة ومش كده وبس لكن أهم حاجة إنه طالع من قلب محب ومخلص وغرضه الوحيد هو ربح النفوس موضوع النهاردة أقدر أقول عليه في الجون لأنه في غاية الأهمية هل يسوع هو إله أم مجدف وحضرتك وفيت وكفيت لكن أنا نفسي علق على حتة معينة حضرتك قلت عجباني جدا إنه ما فيش حاجة في الوسط لأنه ده بيلمسنا إحنا الشعب العربي اللي عموما بيحب يمسك العصاية من النص بمعنى إنه أنا لها قدر أقول عليه إله وكمان ما قدرش أقول عليه مجدف فخليني في السيف صعيد وأوصفه بأنه نبي ونبي عظيم كمان الحقيقة اللي عايزين نكشفه النهاردة إنه دي أجذوبة وألعوبة بل فخ من إبليس المقار الكذاب عدو كل خير علشان يعم يعني عن الحق وكوني أوصف يسوع أو عيسى بن مريم إنه مجرد نبي هو في الحقيقة يعني ده إله فدي إهانة واضحة ولازم كل واحد بيشاهدنا النهاردة يعمل بوز ويقف كده ويقول لا أهل أفكار الماضية عن هذا الشخص ويطلب بجدية وإخلاص إعلان من الإله اللي بنعبده إنه يكشف له عن حقيقة هذا الأمر وأنا متأكدة إنه الله لا يغد النظر عن كل المخلصين طب يا ترى خطوة البوز دي مهمة مليون في المية مليون في المية ليه لأنها بتحدد أبديتي زي محضرتك قلت في المقدمة في أمور كتيرة بنمر بيها فحياتنا محتاجة لفحص خاصة الأمور اللي تتعلق بأبديتي فيسوع دوات اللي احنا بنقول عليه إله ده هيبقى ديان ليه وحقابله بعد الموت فأنا نفسي يا حضرة الأسيس نزار ترد على شباب تركوا دنهم ومعتقداتهم بالكامل ووصلوا لدرجة الإلحاد ولما بنقول لهم إنه في حياة بعد الموت لازم تعمل حسابها خاصة خاصة بين قسين إن الموت مش بيستأزم حد النهاردة وبنشوف على صفحات السوشيال ميديا إزاي شباب في مقتبل عمرهم مش بيكونوا في مرض ولا أي حاجة لكن للأسف حياتهم بتنتهي بلحظة فالألحاد يقول يا حضرة الأسيس لما بنكلمهم على الاهتمام بالحياة الأبدية ومقابلة يسوع بيقولون أنتوا يا مؤمنين جبتوا الثقة دي منين هو معلش سامحوني أنتوا ليه بتنصبوا على الناس وبتلعبوا على مشاعرهم هو في حد مات ورجع لكم تاني للحياة وقال لكم أي حاجة فيطرى إيه اللي مفروض نرد عليه على هذه النوعية من الناس والشق التاني والأخير بما أننا بنتكلم على أن نهتم بحياتنا الأبدية هل لو فيه مشاهد بيعترف بأن يسوع أو عيسى ابن ماريا مجرد نبي ولكنه ليس إله هل فيه خطورة بقى على أبديته أرجو التوتيح شكرا جزيلا أخت نهال ربنا يبارك شكرا كتير على تشجيعك بالحقيقة يعني كانت القلوب متحجرة الشخص الباحث واللي عاوز يعرف الله بيعلن ذاته شوفي في بعد ما أقام ألي عازر ألي عازر مات وأنت أربعة أيام يعني أقامه وخلق خلق جسد جديد فجمع في أي سبعة واربعين فجمع رؤساء الكهنة والفرسيون مجمعا وقالوا ماذا نصنع فإن هذا الإنسان يعمل آيات كثيرة إن تركناه هكذا يؤمن الجميع به فيأتي الرومانيون ويأخذون موضوعنا وأمتنا هاي الإشكال خايفين يخسروا الدياني خايفين لأنه أنا مثل ما حكيت في حلقة سابقة اليوم موضوع الدين هو السلاح القوي الذي يستخدم الأقوياء ضد الضعفة حتى يظلوا متسلطين وحتى يظلوا حكام لأنه مش عاوزين إنه يعرفوا فتخايلي إنه هون شافوا واحد مولود أعمى فتحت عينيه واحد مية أربعة أيام خلق جسد جديد وكانوا الاجتماع إنه شو نعمل إذا تركناه رح الناس تآمن فيه ونفس اليوم نفس الشعور في صحة 12 ومع أنه كان قد صنع أمامهم آيات هذا عددها لم يؤمنوا به وطبعا بيكمل بقول لأنهم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله هاي الإشكال وبنعمة الرب يعني هاي السنة أنا عم بركز أكثر على لهوت المسيح بنعمة الرب لكن المسيح أثبت من خلال هاي المعجزة إنه يقدر أن يغفر الخطايا إنه هو ابن الإنسان إنه هو الشخص الممجد إنه هو العالم بكل شيء القادر على كل شيء الحاضر في كل زمان وفي كل مكان فهو عرف المرض الحقيقي وعالج هذا المرض تعرفي في مزمور 33 مكتوب المصور قلوبهم جميعا المنتبه إلى كل أعمالهم غفر المسيح الخطية وهاي صفة من صفات الله وحده فإذن إخوتي وأخواتي شوف جاءوا وكان يعني ما بعرف العدد بس البلد كلها مزدحمة كلها مزدحمة جاءوا أربعة حاملين مفلوج مشلول على الآخر حطينوا على فرشة على حمال يعني حملات وعم بيمشوا مش عم بيقدروا يدخلوا طلعوا على السطح ونقبوا الصقف وجاءوا بالمريض أمام يسوع المسيح هذا الشخص اللي كان أمام يسوع جاء المفلوج محمولا ولكنه رجع إلى بيته ماشيا صحيحا جسدا وروحا له كل المجد فالمسيح ستر الخطية رفع الخطية كفر عن الخطية أزال الخطية محى الخطية بل داس الخطية وأعطى معنى جديد أعطى حياء جديدة هذا الشخص أحبائي نال الشفاء الجسدي والروحي واختبر اختبر خلاص المسيح وشفاء يسوع المسيح فإذن المسيح هل هو إله أم مجدف ما تيجي تحكي لي متل ما بسمعها نفس النوطة إنه إحنا منحب المسيح أكتر منك لأنه إنتوا بتكفروا ألهتوا المسيح وإحنا مندافع عنه لا 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 فيه هنا كلمة الله الحية الموحة بها بدك تيجي بدليل بدك تتكلم في موضوع يسوع المسيح تعال بدليل الدليل هون إنه كان أعداء المسيح يتربصوا وبيشتكوا وبعدين الجماهير الغفيرة اللي شافت هذه المعجزة فمن هو يسوع المسيح بالنسبة لك هل يسوع المسيح مجرد إنسان؟ هو نعم إنسان كامل بل هو ابن الإنسان ابن الإنسان رب السبت رب الحصار رب المجد فهو رب الأرباب لأنه ابن الإنسان أعطاه سلطان في نبوة دانيال سبعة لتتعبد له الشعوب وملكوته لا يزول فإذن من هو يسوع بالنسبة لك؟ هل هو مجرد نبي؟ هو أثبت النبوة تنبأ بأمور خارقة أمور اندل على الشيء إنه كان يعني نبي عظيم ولكنه أعظم من نبي عندما شف المولود أعمى سألوا قال إنه نبي ولكن عندما تقابل مع يسوع المسيح سألوا أتؤمن بابن الله؟ أجاب وقال من هو يسيد لأؤمن به؟ أجاب يسوع وقال له الذي يتكلم معك هو هو نفس هو اللي موجود في العهد القديم بيتكلم معك مكتوب آمنة والسجدة له وإنت شو نوع إيمانك اليوم؟ تعال بإيمان تعال بقلب صادق القلب المنكسر والمنصحق يا الله لا تحتقره قل لي يا رب اكشف عناي افتح زهني افتح قلبي أعطيني النعمة حتى أعرفك وعطيني النعمة إنه أقبلك وبصلي اليوم يعني هو كلمات تقولها ارحمني أنا الخاطئ يا رب يسوع صليها قل له يا رب أنا بقبلك في حياتي وبشكرك من أجل هذا الخلاص إذا صليت هذه الصلاة البسيطة نحب نسمع منك الرب اشتركوا في القناة